سيبوا بقى اللي في اديكو تعالى اقول لكم على طريقة تحضير زيت الجنزبيل والبصل السحري طبعا الزيت بيطول الشعر وبيكسف الشعر وبيخلي الشعرية تطلع تقيلة وسميكة زائد كمان انه هو لما بتعمله بيه مساج لكامل الشعر زي ما انتوا شايفين كده طبعا بنركز على الجزور ومنابط الشعر والمفاجأة بقى هنا انه هو كمان بينبط الشعر وبيملأ فراغات الشعر الخفيف زي ما انتوا شايفين كده كل دي كانت عندي فراغات اتملت في خلال 3 شهور بس كفاية بقى كده كلام تعالى اقول لكم على طريقة تحضيره بالتفصيل طريقة زيت البصل والزنجبيل بصلة متوسطة الحج هنقطعها قطعة صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قطعة صغيرة جدا تاني مكون هيكون قطعة من الزنجبيل الفراش زي ما انتوا شايفين نفس القطعة كده اللي انا عرضتها لكم هنقطعها برضو قطعة صغيرة زي البصل بعد كده هنحط البصل والزنجبيل في الكبة بعد كده هنضيف عليهم زيت جوز الهند السائل هنضيف معلقتين طعم اول معلقة ودي كده تاني معلقة وبعد كده هنفرومهم في الكبة فارم ناعم جدا لازم يكون ناعم جدا جدا بعد كده هنجيب نص كباية من زيت جوز الهند السائل وبعد كده نفضيهم على البصل والزنجبيل المفرومين ونقلبهم كويس وبعد كده نحطهم على نار هادية جدا جدا مع التقليب المستمر وتكونوا واقفين قدام النار عشان الزيت ما يتحرقش ولا البصل يتحرق عايزين بس البصل الميا اللي فيه تنشف مش عايزينه حتى يتحمر بصوا كده خلاص انا طفيت عليه وهسيبه يبرد يدوب الميا نشفت والبصل ما تحمرش ابدا وبعد كده هنجيب قطعة من القماش ونصفي الزيت من البصل والجنزبيل طبعا تكون نظيفة ومعقمة الزيت عايزة اقول لكم ريحته روعة والجنزبيل ريحته رهيبة مع زيت البصل عايزة اقول لكم كمان هو غط على ريحة البصل بعد كده نفضيف اي عبوة زوجة جاية بردو نظيفة ومعقمة بعد كده اخر حاجة بقى هنضيفها لزيادة التطويل وتكثيف الشعر زيت الروزماري الزيت العطري انا ضفت حوالي واحد وعشرين قطرة وكده الزيت جاهز للاستخدام بعد ما طبقنا الزيت على شعرنا زي ما انتو شافين بنسيبه ساعة كاملة على الشعر بيستخدم من مرتين لتلات مرات حسب انتو بتخسلوا شعركوا كام مرة في الاسبوع بس يفضل مرتين لتلات مرات مش اكتر من كده كل مرة هنيجي نخسل شعرنا بنحطه على شعرنا قبل الشاور بنص ساعة او ساعة وبعد كده بتخسلوا بالشامبو والكونداشنر بالطريقة العادية جدا هتلاقوا نتائج ملحوظة وجميلة جدا هترديكوا في اول ثلاث شهور بس يارب يكون عجبكو لو عجبكم كل حاجة تقدمت ما تنسوش تعملوا لايك كتير شير اكتر وما تنسوش تعملوا لي سابسكرايب على قناتي على اليوتيوب وفروا على الانستجرام والفيسبوك كلهم باسم كريمز استوديو اشوفكم في وصفة جديدة فكرة جديدة وقولولي عايزين ايه في التعليقات الفيديوهات الجاية سلام